مرحبا بكم في القناة تشاهد الحجرة اليوم نشارك معكم 3 طوات مختلفين مادقة مختلفين رائعين عجينة اقتصادية وحشوة اقتصادية والكمية كثيرة تبقى عدنا طرية طرية لا تخسر لنا بلت اللاجة تبقى على النار طبق ونعطيكم المكونات اللي هما بسيطين في التعمار دينا والحشوة اللي الديدة وحتى تنسيك في واحدة هذه العجينة ندرتها بالكحل والحمر تتجير طبق وطيق ولا تقسح لنا ولا تبقى برا خارجة وكمية كثيرة اول حاجة نحتاج كيلو الضغيق الابيض زيت نباتية معلقة حليب بودرة حليب دافي معلقة ونص خمير حبيبات معلقة تعد الساندة هنا يما عدنا نعجينا غطع مربح شوة مالحة مكترنا السندة درنا معلقة وغنخلطوا هدك الكاز دينا وغنخليوها تفاعل لنا هديك الخميرة في الحال يبدافي باش تطلع علينا وهنا درت رس المعلقة دينا الملحة ودرت هنا ويبدا في الحال الخميرة ديرنا وضغياته مع الجو باقي برجع الى الحليب وضغيته ونزيد ونكمل نجمع العجينة نجمع العجينة نجمع كمية كبيرة كمية كبيرة نجمع كبيرة نجمع كبيرة نجمع كبيرة تقصح العجين في القبرة لتبقى من هو الشيشة تقصح العجين معلقة محطة في الفرن محطة مفران تنظر بعض المعضة لديك ألوقة مباشرة ثم المباشرة كمية مباشرة الزبدة ستبيل نود لها الزبدة نوجد ارقار حنوث سنكون هآنا سوف نقسم عجينة و نلونها قبل سوف نقسم العجينة بالأحمر والكحل سوف نقسم العجينة بالأحمر والكبير سوف نقسم العجينة بالأحمر والكبير سوف نقسم العجينة بالأحمر والكبير سوف نقسم العجينة بالكبير نقسم العجينة بالأحمر والكبير كل 25 جرام ستعطينا حبه كل 100 جرام ستعطينا اربعة الحبات نقوم باستخدام البيضة و نضيفها باستخدام البيضة نضيفها على شكل صغير و نقسم كل حبه 25 جرام نقشيها باستخدام البيضة و نقوم باستخدام البيضة إ loops 6 جرام في السيارة نضيفها باستخدام يكثرة نقوم باستخدام البيضة نحن نعبر كمية بيضة 25 أو 25 جرام نحن ندهنها و ندهنها و ندخلها للفران و نتبه معي المراحل قمنا بيضة 35 جرام و نتخلق من الجوانب عن طريقة الأولى و نسرحها و نجمع الجوانب عن طريقة الأولى و نحن طريقة الأخرى و نجمع الجوانب عن طريقة الأولى يجب أن يخمر بلو و يغلط مع هذا الثاني يجب أن تتخذ فكرة ستفوف اللاطا و يجب أن نزول شكل ثالث سهلة و بسيطة نقصر الحشوة بوحدة و عجينة بوحدة نقصر الحشوة بشكل طويل سمحوا لي خطل الفيديو في العجينة و الحشوة و نحاول نضع إضافات التي يكون مهمة و ستستفدون منها سرحة العجينة على الطول رقيقة سوف أعطيها قليلا لنتابع التخمر سوف نضع هذا النوع المول كرني سوف أقوم بوحدة قريبة اكبر أكبر استطاع المول سوف ندفع يجب ظهور و إضيفة حشوة باردة اللي لديدة الصراحة وبسيطة واقتصادية. وتتجيب نينة من الاهم بنينة. هنا غنكمل هادوك الكورني وغندزو الشكل الاخير اللي هنا غنقطعه شكل دوائر وغنجي الوسط وغنقطعه وغنعطي نشحل شكل هاد دوائر على شكل دونات. هنا هاد هاد شكل تيجي تهو رائع في المقبلة دياننا في التقديم دياننا تيجي رائع رائح صراح ومميز. تنقطع ليدوك الدوائر وغنخليه تهو في اللاطة اللي غرفش وغندزو من بعد ما يخمره وغن نوريكم كيفاش غندهنوه من الحشوة كل شيء. هنا يكيد تشوفو من بعد ما خمرت لين العجينة دياننا هادوك وكل مرة دهن وحده باللاطة باللاطة هي تتخمر لي بالوحده ووحده. هنا دهن تعير بالحليب. هنا العجينة اللي فعل الوان دائما العجينة اللي تتكونوا نفعل ملوان باش متغير اللوان ديانوه تبقى ذلك الشكل تندهنوه بالحليب باش يشد لينها هادوك اللي غرشو بها وغنزينو بعمل فوق. أما العجينة البيضة دهنها بالبيض بيضة كاملة خلطتها هادو الحمرين رشيتهم بالحبيبات ديال الشوفان اللي معروفين وبالنسبة الكحلين رشيتهم بالجنجل الابيض هنا اياق وبالنسبة لهذاك البيضين هادوك اللي غرشو بجنجل العادي اللي معروفه وتندهنهم بالبيض. هنا دهنتم بالبيض يعني الحليب تشد لينها هادوك الحبيبات وما غديش خير لينها هادوك اللي عجينة ديانا هادوك اللي عادي اللي معروفه وتدخل الفرنشا على الملفوق يعني معهم مخفاف دغياتي يطيبون لنا وحضوا معهم يتحمروا شو اللون ديالهم بقام حتابدين على ذاك اللون ديالهم هادوك اللي ملوني بالنسبة لهذاك السندويش واللي كورني غنخلي مواقفين دهنه ومحلوكا كل شي دهنتم هنا بالبيض يعني الحليب ستعمل نعيف الملون وهنا درت الحبيبات ديال الجنجل العادي وبالنسبة لهذاك السندويش درت فيه حبيبات ديال السانوج او الحبة السوداء يعني تنغيره الاشكل وبالنسبة الشكل اللي فيها دونات دهنته بالبيض ورشيته بحبة ديال زرعة الخشخاش او البافو يعني قدمتها هنا هذه الحشواء غنحتاجوا بزاف ديال العناصر اول حاجة غنحتاج الشرائح ديال ديكارومي ديال بيبي الكفتة ديال بيبي مدرش اللحم يعني اللي بايدر ديال الحم تيبقى اختياري غنحك فيها نص بصلة هادي هلا غندي روف مينو برقر صغيرين ديالنا عندي لادان فيمي او عندي ديك مدخن كل واحده كيفش يسميه عندي علبة ديال الدارة عندي غتكون حشوة باردة غنزيد علاشي اضافات غنشاركها معاكم بالنسبة لهاد نص بصلة مشارحة قبل présente ديالها عندي ديال الملحاق والإبزار والكامون والطحمير الملحاق والكفتة في رمضان لا تبقى الكثير من الزبدة نضيف ورقة الزبدة نضيف مواله نضيف الكويرات والفران طيبة وخامر يجب عليهم نضيف موال الشرق نضيف الشرق صويتك نضيف زيتون نضيف السلاح أنظر نصب الوضع نضيفه نضيف جد جججي جد جججي تنضيف ثلاثة ثلاثة والصارحة يضعون صاندويش صغيرين ويقومون منظمين وصغيرين على المشكل نضيف عجين الفران قد نضيف الحشوة ونضيف الحشوة سوف نضيف حشوة ونضيف حدث اضيف الملح الملحة ، كامون و إبظار و طحميره بودرة ثوم صغيرة ستأتينا بودرة ثوم ثوم الشرائح الملحة فهنا لا يعمل سوف تضع النك blonde تحرق الدجاج يقوم تحرق الدجاج تضع المعلى الكاتشب وعلى القضي المايونيز وحليل المسيح يجب بالتسجيل هذا المسيح فلنضيف الحشوى وحليل السندويش وحليل الحشوى الخص وحليل نصف طون وعلى الضرع وحليل نضيف قطع طريفات فكرة خففل نجد اجينة وصفة يجد الكحلة سوف نشد الكحلة او البيضة يجب ان تكون اختلافة و اضافة يكون هناك فرمج ساندويش و المخلل الكورنيشو و الخص وعندي من طبيعة الحل الكفتة وهنا يستطيع صلصة لالجيريا التي تكون هنا موجودة بالنسبة للصلصة تتبقى لكم اختيار تقدروا الكاتشب تتقدروا المايونيز يبقى لكم ثم اختيار ديالكم عير تنديرها كطبقة لتحت تجين بنينة سوف تندير الخوز تندير دائرة الكفتة تندير ماطيشة تندير الفرماج مربع وتندير هذوك الكوردون او العود لتنشدوا بها لكي لا يضح العجينة كيف تشاهدوا ترطبات طريئة طريئة تندهن هنا تحت بشوية السكين تندير كمية قليلة تندير وحد طريف ديال الخوز ونحاول نأخذها صغيرة قدها قد صندوية هنا سوف ندير في الحمراء سوف ندير المخلل مختلف على الكحلال زيادة للمخلل وبالنسبة للعمارة تتبقى لكم على حسب الضوء تعدكم ونحاول تعمرها بالكفتة ونحاول تعمرها بالكفتة ونحاول تعمرها بالطون سوف يكون وصفات أخرين او خلطات بجبن يعني تتبقى لكم الاختيار بحيث هات الطريقة هي نوع من الميني بونجر أمضح الكفتاء ونرى الخص وغيروا وصعفتهم لأنهم صغيرين ومنظمين ويجبون تجهدونوا ماداق ويجبون بيض بالنسبة للناس الذين يحبونون نقوم بحيث ساندويش نضيف الكاتشاب و نضيف الخص و نعمر بهذا النوع صدر الدجاج التي شحرته بالبصلة و نضيف العود صغيرين و نضيف هذا البصل المرقد أو المخلل تكون تبع في المحلة الزيتون و تأتي الصراحة رائع وهو اللي زينت به ishi ptschup و نشأن Eb و الخاص و تصدر الدجاج نضيف المحل الخيور نضيف خلال حسب قبل المولاد لفصل و نصمال made of campaigning نضيفを ال massage نشد الفرمج مبشور ونزينه من الفق حشوة باردة حشوة باردة حشوة باردة مختلفة ومختلفة مينيبونجر 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 يدهن عربي الجبن هم بيضار لديه ونحن تصلي يكون لديه 작은 جبن يدهنом والبعام خشوة جبن يدهن المضافظة يجب أن نضع كلادين شرائحة لتعطيها شكل محل وردة لتعطي المنظر عالي لأن الدونات يجب أن نضع عجينة غليظة لا يوجد العجينة لداخل كبيرة هنا يوجد البلاطو الأول و الثاني و الثالث و الثالث و الثالث تحتوي على سطح العمل لأن هذه الكمية ارتفعت لي منها من خلال حمريين من 11 حباق نضع الكحلين 12 يعني صندويش مهم بقلية منهم يعني أنا أريد أن نقول لكم أن هذه المنظر عجينة أعطتني كمية كثيرة من المنظر يستفيدون من الناس نتمنى هذا الفيديو وعجبكم اشتركوا في القناة